السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الفيديو هذا. سنتحدث فيه على المنتخب الوطني المغربي ومقابلة السينيغال المحتملة. مقابلة سينيغال مقابلة محتملة جدا مع متخب بطل افريقيا. مقابلة طبعة حال صالحة بزاف اننا مع المنتخب السينيغالي. والاخبر لك الدول ان مقابلة ممكن تكون في شهر يونيو المقبل. وممكن يحتضنها مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء. صراحة هذه المقابلة ولكنز ستفده منا بشك بالشيء الكثير. وكذلك المنتخب الصينيغالي عايز ستفد منا بشيء الكثير على اللعب مع رابع العالم. احنا على اللعب مع منتخب من افضل 16 منتخب عالمي لانه تأهن الدور الثاني في الموديل وكان ضمن تقصى فقط من المنتخب الانزليزي بحسة ثلاثة ديال اصابات مقابل لشيء. مع غياب كان الصاد يوماني عن كأس العالم. كان نظر لك انحضار الصاد يوماني. كانت ممكن منتخب الصينيغال يقدر يمشي بعيد من ثمون نهائي كأس العالم. ولكن يبقى دور ثمون نهائي مميز صراحة للمنتخب الصينيغالي في المونديل. شيء كبير صراحة نعمل له. المنتخب الصينيغالي انه وصل الدور الثاني للمونديل القطاري. شيء كبير صراحة. اليوم نجينا نكتشفه حد تشكيلة منتخب الوطني المحترفين في اوروبا. اللي ممكن يلعبوا مع مع المنتخب الصينيغالي. عشان كتشفه تشكيلة بدأوا بحارس ياسين بونو حارس إيش بيليا الاسباني. ولد راح حارس فقط الاوروبا الليغ وكان ننتظر المواجهة يوم الخامس امام يوبينتوس. الان في الليغة ما بقيتش كتدخل إيش بيليا الاسباني لأسف. وكان ظنوا ناصحة ياسين بونو يمشي فتش على عرصه. حسن ما يبقى في دك إيش بيليا صراحة. باش نكونوا منطقيين إيش بيليا الان ما بقيتش صراحة صالحة ياسين بونو. اللي بقيت إيش بيليا إيش بيليا وكتخل ياسين بونو على مقاعد احتياط. وهو من أفضل الحراس العالمين. من سوشي يارسين بونو راح تكون ديارو مغربي. وقلع في اسبانيا الان. هناك غالب سايز. الكلاف ببطلاء التركية تكون فرنسي بطبيعة 32 سنة. وعمل المنتخب الوطني المغربي. السايز. احتى هو ما كنتظنش اساسي دائما في فرقة تلك التركية. احتى هو كمر بمشاكل كبيرة كنتظن هناك. في حاله في حال بونو. كنتظن بتغيير الاجواء. هو الحل لا لمبونو ولا السايز. ان كنتظروا لا السايز. بتغيير الاجواء للسايز. هو الحل الواحي صراحة للخروج من هذا المأزق هذا. هذا الفرقة التركية هذه. لما قدمت ولا شيء صراحة غانم سايز لي وقدم لكل شيء. لانه وعمل المنتخب المغربي وصل نصف نهائي المونديال وبقام عادك في القطة تركيا وقام عادك كأس العالم. هناك نايف اجرد 26 سنة لاعب وستهام الانزليزي. لاعب التسكوين ديانو مغربي بطبيعة تحال لاعب لكي لاعب وستهام الانزليزي. لاعب كبير صراحة خاصة بعد المونديال مستوى كبير وكبير الكثير. نايف اجرد من لاعبي الكيبار صراحة داخل النخبة الوطنية نايف اجرد. نايف اجرد من لاعب الكيبار ديان المنتخب خاصة بعد المونديال القطري. بان على مستوى جيد صراحة نايف اجرد. مستوى كبير صراحة من نايف اجرد بعد المونديال. اه نايف اجرد من خيرة اللاعب اللي هو اصلا بخارج مسكوين مغربي. اه كما قنعرفو فهذا الفيديو قنعرفو التشكيل الاساسية والاحتياطية فهذه المقابلة احنا قنعرفو وليد احنا قنعرفو مقابلة الوديك يحاول انه يعملو بحرص مياه يعمل فقط خمسة طغيرات مجموعة تغييرات الغازيرة. عمشوا اللاعب اشرف حكيمي لعب باريسان جرمال الفرنسي. اللي عنده تكون اسباني وخزيش ريال مادريد. صعب جدا انك تكون بخارج من ريال مادريد ريال مادريد طبيعة الحال. الان اشرف حكيمي من اللاعب المميزين في المركز دياله صراحة عالميا الان كلاه في باريسان جرمال الفرنسي وحل الفرقالية بدأنا في فرنسي لم تتمر بأوقات سعيدة بزاف هاد العام كان ضليون المساعي في حاله نايمال اخبر ومكناه في حاله بابي لكن هناك صفقة عالمية ريال مادريد وخبقوا كونترا فيها جوش ديال السنوات ممكن اشرف حكيمي غادر المانشتر الانجليزي ونشوفه باريسان جرمال تعتمد على خطة اخرى بجل فرش في شامبينس ليج اللي يبقى 12 سنة بعد قاتل القاتريين عندهم في 2011 هم يحاولوا ان يفوزوا في شامبينس ليج ولكن لم يقدروا باتاتين عمشون الناس المزراوي اللي يلعب في البايير مونيخ ببايير مونيخ بدورها اللي خرجت باريسان جرمال في شامبينس ليج ولكن بدورها خرجت من شامبينس ليج من المنشترم سيتي المزراوي اللي عنده تكون هولندي وكلعب في البايير مونيك يحاول يتبت المكان ديالو في البايير الممقابلة بعد ممقابلة يحاول فقط هetts يحاول فقط هناك Осوفيان امر بط لعب فيرنتيد нейúل لاعبين في نارا المهما من داخل Okay? من المنتخب الوطن لها لليم's conseguir تكون هولندي نارا مي أ chips كان ذلك نوما يحاول إنهمه السفان هذا الاراقة سوفيان%, أنه favourite لها هذا الفارق في يورنتينl وكان انه يخرج في شهر واحد ولكن اللي دورو في الماء بقاف ديك فارق فيورنتينا ما مشاهدت بلوغرانة كان قريب قريب انه يمشين بارسلونا كما كان عارفه بارسلونا فقط لان كانت فيها جوج نقاط من اجل التشويج بالدوري الاسباني جوج نقاط من اصل خمس مقابلات كانت سهل جدا فوز واحد من خمس مقابلات او جوج تعادلات من اصل خمس مقابلات وكان يدعوها الليجة او تعتصر الريال واتلاتيكو وكان يدعوها الليجة وكانت تحدثت دورة 34 وكان يدعو بارسلونا يخرج بدوري الاسباني بعد السوبر تشاب يعود بطولة اسبانية هذا مزيد ولكن اسمارك اسبانيا الديتو الريال مادريد والشامبيينس الليجة احتى يدعو الريال مادريد في مقابلات ريالي ومع سيتي و الجوجة كانت مسبة مئاوية كبيرة عدة هناك بلالخنوس اللي ممكن يعبر مقابلات السنقل 18 سنة لعب بطولة البرجيقية وهم تكون برجيقية بلالخنوس كنتظر انه فقط الوقت المناسب من الخروج من البطولة البرجيقية لان هذا بلالخنوس صراحة موهبة كبيرة ماشي المويودة البطولة البرجيقية بلالخنوس هانه مستقبل كبير صراحة في البطولات الاوروبية الكبيرة لان بلالخنوس صراحة موهبة موهبة كبيرة من بلالخنوس لعب كبير صراحة بلالخنوس من المواهب الكبار صراحة داخل المنظومة المغربية بلالخنوس لعب كبير صراحة لعب الحامية الصبرية لعنه تكون الماني وكلاعب في الصامدوريا الإيطالي وكما نعرف الحامية الصبرية يوجد مشاكل بسافر في الصامدوريا فقط فيما تسعود ماء وكي تكون فارغ الصبرات الموسمي يكمل بشكل فارغ في غرونتينة الإيطالية لا نظر انه يتحق بالأمر لان مربط مرابة 800 كبيرة يخرج من هناك لعب اخر المشاكل يتعرض لعب تلسل انجليزي لا يملك المشاكل ليس لكي تشارك مع التلسل والتلسل اتحرك من تلسل هذه الهزائم لانتصارها بثلاثة الاهدف لهدف المقابلة حاكم دياج يمكن أن يحفف المقابلة القوية مع المنتخب الصيني غالي حاكم دياج تكوين دياج هولندي في حال المزروة وحال أمرابة وخلال لا يتعرض بشكل فارغ تلسل ويحتمد على شكل كثير صراحة اللعبوا سبعات المقابلات كأساسي في مونديل القطاري لا تنازلش عليه بتاتا هناك عبد السامد الزلزولي لاعب أوصصون الإسباني ومعارم برشلون الإسباني وعندو تكون إسباني باللاعب الجيدة في الليجة الإسبانية اللعب يمكن أن يوصل النهائي كأس ماريك إسباني لا أعرف القرية وهذا مع الرئيال الماضي بهدفين لهدف لا يمكن أن نقدم أحد النهائي الذي كان أسطور النهائي كان عادي جدا عبد السامد الزلزولي لا يوجد مستوى كبير الزلزولي لا يوجد في اللقاءات الكبار وهذا نقصه لأننا في التدهورة كبيرة في المونديل لا يوجد في المستوى الحقيقي والمستوى الكبير صراحة الزلزولي يبقى في المستوى نقص شيئا في كأس العالم وهناك يوسف النصيري لعب إسباني بعد كأس العالم فاجر ولكن هذه حوالي ثلاثة ديال المقابلات لا يوجد مستوى ثلاثة ديال المقابلات لا يوجد مستوى الهدف كان صعب جدا لأن يوسف النصيري كانت سمنى معيو بنتوس أنه ينفجر بالأهدف ويشجر بالأهدف ويترجع له تسيقه ويترجع له تسيقه ويترجع له تسيقه ويترجع له تسيقه الآن نهاية الموسيم ويترجع له تسيقه ويترجع له تسيقه ويترجع له تسيقه في أمام منتخاب السيني يمكن أن يبدأ قلب الدفع ويشادي رياض لعب الراديف بارسلون ويسبانيا بعد الأحيان ويقوم برسلون ويقوم بإمكاننا نتصل لكي تضمن الليجة ويجرع له تسيقه في أربعة مقابلة لعبها سيكون أكبر سلاعيات لبارسلون في هذه الدورة الاسبانيون في اسكندن ومدرسلون ومدرسلون إلتشي قنطن تأجل إلى غاية مقابلة البارسلون ويسبانيون وإذا لم يفاجد تأجل الليجة وفي حالة فوز ريال مدريد واتلاتيكو مدريد واتلاتيكو مدريد في مقابلة الشهرة مع إلتشي قنطن هناك أيوب العمراوي 18 سنة فقط لعب نيس الفرنسي اللي كي لعب ظاهر أي صارنا دعليه وليد ريقراجي في التربص الأخير ولكن ما لعبوا لدقيقة واحدة كنا نتمنى ريقراجي بعض الوقت بأيوب العمراوي في تنجرة والرباط ونشوفوا المدخل الوطني هناك أجواء كبيرة صراحة في ملاعب الرباط والتنجرة هناك بنيامين بوشواري كذلك هذا من المواهب الكبيرة اللي ندعلي يا وليد ريقراجي في اللائحة الأخيرة لعب سنتيتيان كمارش القسم الوطني الثاني بالتوري الفرنسي بوشواري في القسم الثاني بالتوري الفرنسي يطلع باقي يعمل عقل مع فرق في القسم الوطني باقي المستوى دعليه بوشواري 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 باقي المستوى العالي بوشواري 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 ومع فريق تولوز تولوز لعب مهم من داخل المنظمة تولوز ومع يدخل المنظمة المغربي وهو باقي المنظمة لكن من المواهب الكبار الى المتخب الوطني المغربي هناك لعب وليتش دايا كانت لديه 5 أو 20 عام ما قيمة قدم أي شيء المتخب الوطني لكي نكون متسافقين مع بعضنا ما قيمة قدم أي شيء وكي يستعمل كمهاجم في القسم الوطني الثاني من الدور الإيطاري كانت في القضية الباري كانت احتمال مع الثلاثة القسم الوطني هو هو يريد أن يرى صراحة لأن بعد الأخبار كنا نسمع نابولي فائزة الكالج كانت صعب جدا لتحاول أن يجب النجوم لكي تعمل المشاركة بزيانة في القسم الوطني من الرابع نيائي أمام السي ميلان إلى نتشيلي شكرا لجميع شكرا لجميع